الحمد لله بعض الناس إذا طلبت منه شفاعة حسنة اعتذر قال أعرف أنه لن يقبل مني وما فائدة التدخل فائدة التدخل أن الله يقول من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها قال الإمام القرطبي رحمه الله من شفع شفاعة حسنة لصلح بين اثنين مثلا استوجب الأجر يعني قبلت أم لم تقبل إذن اذلها ولو ما قبلت أجرك سيكتب